موسيقى لكنها الخطوط وما أكثرها حمراء أو صفراء أو مهما كان اللون فهو بعيد عن لون العراق الواحد يوحد أبنائه ويرسم لغة الاحترام للسيادة والقانون يربط الكاظم خطا أبيضا ويقطع أسودا هذا قوله منتصرا للضابط المعتدى عليه كاشفا زيفا الأقنعة على وجوه من خرجوا يلوثون سمعة المتظاهرين قبل هذا شارك رئيس الحكومة المتظاهرين وحذرهم كأنه منهم وعلى نهجه منذ تسنب منصبه نطق برسائل واضحة وقال قولته ولم يمضف حسب بل انتصر لحق المتظاهرين الحقيقيين وهو الذي يؤرخ لعهد جديد أو ما كان يحلم به العراقيون فعلا لا قولة صنعوا فرصة أغلبكم من الزوجين يكون أطفال من الزوجين يكون أطفالكم إلى آخرين يكون أطفالكم بين خطين إذن يتضح المندس لحزب أو نفوذ من صوت متظاهر سلمي يريد حقه في حياة آمنة حق يكفله وزير الداخلية عثمان الغانمي تطبيقا للدستور وحق مشروع للعراقية عمل القوات الأمسة تبقى في حماية الشعب العراقي ستبقى في حماية المتظاهرين السلميين الشرفاء يطلبون بحقوقهم خيوط الأمل التي يرسمها رئيس الوزراء تعزز ما يلوح في سماء الاشراقة المقبلة أن للعراق نبضا بحرية التعبير وللعراقي حياته التي تسلب على يد عصابات يقف الكاظمي بواجهها اليوم باسم دولة المؤسسات والقانون اشتركوا في القناة